الأزمة بتاعة سد النهضة والمية من يومين كنا بنتكلم عنها في تصريحات وزير الرأي المصري في موضوع الشح المائي وقلنا جماعة إحنا عندنا نسبة قد إيه موارد مية ومحتاجين قد إيه ونسبة العجزة قد إيه وهتزيد 12 مليار تقريبا كمان نسبة العجز وفقا لتصريحات بعض الخبراء زي عباس شراقي وأغيرهم لكن منصة إيكاد وهي منصة مختصة في التحقيقات الصحفية نشرت الحقيقة تحقيق غاية في الأهمية عن آثار سد النهضة وبعض الحاجات اللي حصلت عنوان التحقيق المصريون والسودانيون مهددون مياه النيل تواجه خطرا بيئيا تحقيق معمق يكشف خطير حقيقة الخطر الذي تسبب به ملء سد النهضة على مياه النيل التي تخدم الملايين ما هو الخطر كيف يؤثر على استخدامات المياه التحقيق الحقيقة بينقلنا لجانب فني له علاقة بتلوث المياه الناتج عن سد النهضة تعالوا نشوف واحدة واحدة كده تحقيق إيكاد توصل لإيه إيه أثر ده على مصر وبعد كده نستضيف ضفنا دكتور محمد حافظ نتكلم معاه في هذه التفاصيل بتقول إيكاد أنه أظهرت 110 مليون مصري في خطر النيل الملوث أظهرت صور الأقمار الصناعية أن حواف السد أغنق من المياه بداخله ده معنى إيه؟ معنى ارتفاع الرواسب وتلوث المياه المتجهة إلى مصر والسودان استخدموا خاصية معينة كده بتبين مدى جودة المياه في هذه المنطقة البرنامج اللي استخدموه ده هو برنامج مخصص لمتصفح الأقمار الصناعية مصمم لقياس كثافة حاجة اسمها الكلوروفيل الكلوروفيل يا جماعة الخير وفقا لإيكاد هو مادة بتقلل من جودة المياه وبتؤثر سلبا على صحة الإنسان والمزرعات لو وجدت بنسب مرتفعة بيوجد آه لكن لو ارتفع عن نسب معينة هتبقى مشكلة كبيرة بيقول التحقيق أن لون المياه كان طبيعي جدا لحد سنة 2019 وبعدين بدأ يتغير بعد ازدياد أو ارتفاع نسبة الكلوروفيل سبب الزيادة إيه؟ وفقا للتحقيق أن إثيوبيا لم تزل الغطاء النباتي على جانبي المجرى ما أدى لانغمار الأشجار والنباتات وتحولها لطمي ورواسب شريدة الكثافة الرواسب شريدة الكثافة دي أو وصلتنا في الآخر في يوليو 23 أن نسب الكلوروفيل والرواسب ارتفعت بشكل كبير جدا وذلك بعد تدخل المياه ببعضها إثر عمليات المال الرابع للسد وفقا للتحقيق فالمياه الملوثة دي وصلت إلى مجرى النيل الأزرق بيكلمنا التحقيق عن السودان فبيقول أن في أقصى شمال السودان في ودي حلفة أظهرت الصور مدى تلوث المياه بالكلوروفيل لكن المصيبة عندنا أن هذه المياه شقت طريقها إلى مصر يوم 29 يوليو اللي فات أظهرت الصور تغير لون المياه في بحيرة ناصر انتقلت المياه الملوثة إلى بحيرات توشكة وهي المصرف لمياه النيل المحتجزة خلف السد العالي ثم انتقلت إلى مدينة أسيوت وأيضا وصلت إلى بحيرة قارون هذا وفقا للتحقيق وبحيرة قارون هي أكبر البحيرات الطبيعية في مصر تبين وفقا لنتائج هذا التحقيق أن هناك ارتفاع في نسب الكلوروفيل والطمي بها بشكل كبير وخبراء مصريون حذروا من قبل من تلك الكارثة على رأسهم دكتور عباس شراقي والدكتور هشام العسكري وفقا لما ذكره تحقيق إيكات طيب نشوف مجموعة من الصور اللي نشروها في هذا التحقيق اتباعا نشوف صورة كده لبحيرة ناصر وهي بتقول أنه الصورة اللي قبل دي لو سمحته طب ده مجرى النيل بمدينة أسيوت يوم 2 يوليو 2023 والمياه الملغمة بنسب الكلوروفيل شقة طريقها إلى مصر دي بحيرة ناصر يوم 29 يوليو 2023 وأيضا نشروا مجموعة من الصور من بحيرات تشكا وبحيرة قرون ده مجرى النيل في مدينة أسيوت الصورة اللي بعدها دي بحيرة تشكا يوم 29 يونيو 2023 وقالت أنه كمان هذه المياه الملوثة وصلت إلى بحيرة قرون اشتركوا في القناة